ضربات المقاومة في جبهة حيفان توقف تواغل الميليشيا هذه هي المشاهد البارزة خلال الساعات الماضية بعد ان حاولت الميليشيا التقدم في الجبهة الجنوبية الشرقية من محافظة تعز فشل ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع بالتقدم في جبهة حيفان في ريف المحافظة جاء بعد ان اندلعت المواجهات بينهم واحرزت معها المقاومة الشعبية تقدما ملحوظا في الجبهة يومين الماضين رجال المقاومة تقدموا الى منطقة واسقطوا عدة مواقع اهمها منطقة السبود التي كانت تحتوي على اكثر من قبل مرتفع والحمد لله تم السيطرة عليها ثلاثة قتلى من عناصر الميليشيا هي حصيلة المواجهات التي خاضتها المقاومة بالاضافة الى استرجاع عدد من المواقع العسكرية كجبل السبود ومنطقة الهجمة وتبت سعيد طه التي يمثل استعادتها اعاقة كاملة لتقدم الميليشيا الى الاطراف الجنوبية الشرقية لمديرية المقاطرة المتصلة بسلسلة جبال الصوالحة تصاعد حدة المواجهات في جبهة حيفان تزامن مع التقدم الكبير الذي احرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية الصلو وهو ما يضاعف من تخبط الميليشيات التي باتت تتكبد الخسارة الوالاخرى في ريف المحافظة اشتركوا في القناة